بيان للجيش السوري الحر نفذت مجموعة من كتيبة العمري في درعى عملية نوعية خلال الاشتباكات مع عصابات الاسد شرق نصير حيث تم تدمير جيب بداخلها خمس ضباط ممن سفكوا دماء اهلنا في داعم كما اشتبكت مجموعة من كتيبة العمر بن الخطاط في مدينة القصير مع عصابات الاسد وشبيحته حيث افقدتهم السيطرة نتيجة الخسائر الكبيرة واملت انشقا كبير جدا فالرغم من تقطيع اوصال المدينة ومحاصرتها بشهداء كرامة فحية اجلال واكبار الشعب السوري الحر الابي منكم نستلهم الرجولة والقوة والشهامة فاشمخوا شموخ الجبال ايدينا بايديكم سلميتكم تعالق حربيتنا فيصبع الاقليم والعالم للوقوف بجانب الحق والتخلي عن الطاغية ان ارادتكم من ارادة الله فانتم قادتنا واشرافنا وعزوتنا اقبلوا جباهكم واحييكم ننتصر او نمو